من مياه البصرة وعبر مينائها كانت سفن الدواء تمر نحو مختلف البلدان في المنطقة والعالم ومن نفس المياه وعبر نفس الميناء بات تجار المخدرات يجدون ممرا آمنا إلى داخل العراق لترويج سمومهم صحيفة ستارز أن سترايبس الأمريكية نشرت تقريرا مفصلا عن محافظة البصرة وحاضرتها التي كانت حقا جوهرة العراق بسبب موقعها الاستراتيجي وأهميتها كمنفذ بحري وحيدا للعراق مشيرة إلى أنها باتت ساحة مفتوحة للفساد والمخدرات وفوضى السلاح فرغم غنى المحافظة بحقول النفط التي تمثل نسبة كبيرة من الاحتياطي النفطي للعراق إلا أن معظم سكانها فقراء وعاطلون عن العمل يعيشون في أحياء مدمرة أو في أكواخ صغيرة ما يجعلهم فريسة سهلة لمروجي المخدرات مسؤولون في مجلس محافظة البصرة يؤكدون ضبط كميات كبيرة من المخدرات على المعبر مع إيران حيث يقوم الناس بتهريب المخدرات بالأحذية أو الملابس أو حتى الملابس الداخلية بينما يشيرون إلى أن كميات أخرى من المخدرات ربما تكون أكبر تهرب إلى الداخل العراقي ولا تضبطها الأجهزة الأمنية وتكشف الصحيفة الأمريكية عن أن أكثر من 1700 من أبناء البصرة يقبعون في السجون بتهم تتعلق بالمخدرات ويعاملون في السجن كمجرمين بدلا من إيداعهم مراكز لإعادة التأهيل فيحبسون في المكان نفسه مع المدانين بجرائم قتل أو سرقة أو حتى تجارة مخدرات ومن ثم تكون النتيجة مع العديد منهم أنهم يدخلون كمدمنين ويغادرون كمتاجرين وبحسب من نقلت الصحيفة عن بعض أعضاء مجلس المحافظة فإن مسؤولين حكوميين بارزين ومسلحين من ميليشيات الحجد متورطون مع عصابات تهريب المخدرات الأمر الذي يطرح مزيدا من علامات الاستفهام بشأن الحكومة ومدى قيامها بواجبها في مكافحة المخدرات ومحاربة الفساد في العراق ترجمة نانسي قنقر